السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اهلنا وحبايبنا السوبر اسرة سوبر هيلثي اخباركم ايه يا رب تكونوا بخير بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ هذا اللايف مهم لكل الناس اي حد يعني عمره فوق 25 سنة ضروري جدا يسمع الكلام بتاع النهاردة سواء رجل او ست كل الناس هتستفيد باللايف بتاع النهاردة ان شاء الله وعايزين اللايف ده يكون بزرة لنقل الوعي وتغيير الوعي في العالم العربي اه وفي الوطن العربي كله من الخليج حتى المحيط باذن الله عايزين نركز شوية وان شاء الله باذن الله يعني هتستفيدوا هتستفيدوا كتير وان شاء الله باذن الله رب العالمين اللي عنده اي سؤال ممكن يسيبه في التعليقات تحت وان شاء الله نرد عليكم اه في التعليقات اللايف خدوا بالكم اللي هيبدأ اللايف طويل شوية لان فعلا جمعتلكم مجموعة من المواضيع مهمة وهتفيدكو بس هتستفيد في الشرح شوية بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ اه نأكد تاني مرة على رؤيتنا في سوبر هيلثي رؤيتنا هي اه ضبط الانسان على وضعية ضبط المصنع اللي هو الله نعيد الانسان تاني لمرحلة الشفاء الذاتي نخلي جسمك هو اللي يشافي نفسه جسمك قوي يبقى يقدر اه يصد ضد اي امراض يقدر يليش في نفسه بنفسه دي رؤيتنا وهدفنا دايما هو اعمار الارض بامة قوية ذات صحة فائقة باذن الله عايزكم تكونوا البذرة بتاعتنا النهاردة ان احنا ننشر الوعي النهاردة انا بتكلم في تسعتاشر الف وتسعمية متابع يعني النهاردة بالليل ممكن نبقى عشرين الف متابع على الفيسبوك ومعانا سبعة تلاف متابع على الانستجرام نقدر نكون بذرة قوية لنشر الوعي في الوطن العربي بازن الله اه اللي حاضرين اللايف يحاولوا ينشروا الثقافة تمام وان شاء الله بازن الله صبروا معانا لنهاية اللايف فيه تخفيض مهم جدا خمسين في المية على احد البرامج بتاعتنا ان شاء الله لمدة اربعة وعشرين ساعة هحطوا لكم الكود بتاعت تخفيض في الكوممنتات بس في الاخر هكتب هنا كود تخفيض خمسين في المية خمسين في المية في نهاية البس هنعمل تمام اهلا بكم جميعا اسرتي الجميلة طبعا في اسامي احنا بنشوفها كل مرة اهلا بكم الناس دول اللي اللي بقولها عليهم الناس السوبر اسرتي في سوبر هيلسي هم الناس السوبر الناس السوبر لازم يركزوا معي النهاردة هنتكلم في كذا نقطة اول حاجة هنتكلم عن مقاومة الشيخوخة وايه سن الامل عند السيدات مقاومة الشيخوخة يعني ايه هل معناه ان احنا اه اه يعني نطول عمر الانسان هل معناه ان احنا نقاوم اه قدرة الله لأ طبعا لأ طبعا مليون المية لأ طبعا كل اللي احنا هنعملوه ان احنا نحاول على قد ما نقدر نقاوم الشيخوخة او نأخر الشيخوخة على قد ما نقدر بحيث ان انت تكبر بشكل صحي لما تكبر وانت طالما انت كده كده عايش نعيش بصحة وبقوة مش معناه ان انت تسيب نفسك للشيخوخة ان انت مجرد ما توصل خمسين سنة ستين سنة تبقى مريض وعندك كل الامراض ومنتش قادر تحرك من على السرير والناس كلها بتيجي تشيلك لا الثقافة اللي احنا بننشرها ان انت تكبر بصحة لما تكون كبير مش معنى كده ان انت خلاص اكسبايرت او منتهي الصلاحية لا ده انت عايزينك تكبر بقوة وتفضل متحرك وبصحة فائقة طول ما انت عايش بامر الله طيب ويوم لما امر الله ييجي ان انت تتوفى ده خلاص ده قضاء الله وده امر الله وقضاءه عشان بس الناس احيانا بتفهمنا غلط لما بنتكلم في مقاومة الشيخوخة وان انت تكبر بصحة في الوطن العربي احنا او في الوطن العربي والاسلامي والمتدين حتى المسيحيين او يهود كلنا عارفين ان قدرة الله تفوق كل شيء وان احنا بس بنحاول نخلي انسان يعيش بجودة حياة عالية في الغرب بيكلموه حتة تانية احنا ماناش دعو بيهم الغرب احنا مش هناخد كل حاجة من الغرب على فكرة احنا بناخد اللي ينفعنا ونطرك اللي لا ينفعنا فالغرب بيكلموه في ثقافة ايه ان نطول حياة الانسان فيش حد هيقدر يطول حياة الانسان احنا نخالي انسان يعيش بجودة اعلى لكن ما نقدرش نطول حياة الانسان ولذلك نقل العلوم ونقل التكنولوجيا ونقل كل الثقافة من الغرب ماينفعش ناخده كاستامب ونحطه عندنا لا لازم نعديه على الفلاتر بداعتنا فيه فلاتر دينية فلاتر علمية فلاتر اجتماعية لازم نصفي العلوم اللي بتجنى من الغرب وناخد اللي ينفعنا ونطرك ما يضرنا طيب دي كان نقطة مهمة جدا لازم اوضحها في البداية عايزين نتكلم يا جماعة دايما الناس بتعتقد ان انت لو كبرت في السن خلاص يعني انت تبدأ تسلم النمر بقى وخلاص فانعايز اقولكو يا جماعة العمر اللي في البطاقة مش هو اللي انت تلتزم به يعني مش معنى ان انت عمرك في البطاقة خمسين سنة او ستين سنة ان انت خلاص تبدأ تفتح الكتالوج وتشوف الناس اللي عندهم ستين سنة بيعملوا ايه وتعمل زيهم لا العمر في البطاقة دا للبطاقة في السجلات بقى والصالح الحكومية ما تروح تعمل حاجة تمام مجرد رقم بين الكتب لكن الصحة الحقيقية هي صحة العقل والشباب شباب القلب والعقل زي مثلا عندك بص على الناس في الغرب ستين سنة دي بالنسبة لهم بداية ارة جديدة بداية عهد جديد من الانطلاق والخروجات والفسح وي وي والحركة الناس سبعين وستين سنة وبيعملوا رياضة في الغرب هل معنى كده ان هم عجزوا خدوا الكتالوج بتاع العجوز ويبدأ بقى يقعد في البيت ويبدأ بقى ايه الامرات تمسك فيه وكده لا ما عندهمش الكلام ده هو بيطلع يتحرك ويبدأ حياة جديدة خالص فدي لازم احنا نوصله طيب هل هم وصلوا كده من فراغ لا ما يقدرش يعمل كده لما كان صحته قوية اللي صحته قوية هو اللي يقدر يستمتع بيه لما يكبر في السن لكن اذا صحته غير قوية طبعا اول ما يكبر في السن هيبدأ كل حاجة تتدهور وتتبهدل ويبقى صحته تعبانة خالص فاحنا اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة ان احنا نخليك جاهز جدا للمستقبل نخليك قوي جدا باذن الله يا رب العميل لما توصل عمر الشيخوخة او بدايات الشيخوخة تكون قوي وجاهز وما يقصرش فيك اي اعراض شيخوخة وحتى لما يحصل لك اعراض شيخوخة لطيفة تعد عليك بسلام وتبقى لزيزة وتستمتع بيها وتعيش حياة جديدة ان شاء الله العراض الطبيعية اللي كلنا عارفينها شعر ابيض ايه المشكلة يعني شوية مثلا تجعيد بسيطة مش مشكلة حاجات بسيطة بتحصل للانسان ودي اساس في خلق الله وقدرة الله في الانسان اللي لازم نوصل لشيخوخة ولكن لما توصل بصحة افضل مليون مرة ما توصل وانت نايم على السرير طيب انا اذكر في مرة كان عندي مريض عمره 80 سنة مريض ده عجيب جدا جدا ولسه معلق في مخي حتى الان قصة غريبة جدا يعني حتى الان بحكيها لكل الناس اللي عرفهم واصحابي وكده عن المريض ده بحكم شغلي في العلاج الطبيعي احيانا بشوف مرضى مقعدين في الفراش مرقدين ما بيتحركوش تعبانين جدا فلما دخلت عند المريض ده لقيته قاعد على الارض مش قاعد على السرير حتى قاعد على الارض وما بيتحركش بقاله سنوات بسأل الجماعة اهله او اولاده بقاله كم سنة على الارض قاله حوالي خمس سنين كده على الارض ما بيتحركش غير بالزحف الشخص ده كان بيزحف علشان يروح الحمام وبيزحف علشان اه يروح مثلا اه الصالة يروح اي مكان بيروح زحف على المقعدة بيحرك اديه ويزحف على المقعدة طيب يا جماعة يالله تعالى وريني وريني كده حاج اه وريني اديك وادريني رجليك وريني 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 مهم بعد ما عملت الفحوصات الشاملة للراجل ده اكتشفت ايه اكتشفت ان الراجل ما عندوش اي حاجة الراجل قوي جدا صحي جدا رجليه قوية للغاية ايديه قوية للغاية عضلاته زي الفل ما عندوش اي مشكلة مرضية تخليه يقعد على الارض ويزحف فلما قلت له قلت له يا حاج انت قاعد على الارض ليه انت صحتك مشاء الله انت اقوى مني انت تعرف اقوى عضلاته باسم الله مشاء الله قوية عضلات الرجل قوية يقدر يقف بسهولة فائقة تخيلوا بقى قال لي ايه صدمت من الرد بتاع الراجل ده قال لي ازاي اقف انا خلاص عديت التمانين سنة ماينفعش اقف الراجل زرع في مخه عقلية غريبة ان اللي بيوصل تمانين سنة ممنوع يقف الراجل اقنع نفسه بشدة انه ماينفعش يقف اتكلم معا مافيش اقتنع تماما وحد غرز في مخه او هو غرز لنفسه يعني هو غرز لنفسه نظرية ان هو كبر في السن وطالما كبر في السن يبقى ماينفعش يمشي فسنة ورا سنة مع الاعتقاد عمالي دعم نفسه بالاعتقاد الخاطئ ده لحد ما الراجل رائد على الارض سنوات خمس سنوات رائد على الارض وهو ما عندوش مرض ما عندوش مشكلة اصلا فهو ده اللي انا بتكلم فيه النهاردة ما تموتش نفسك عقليا الراجل ده موت نفسه عقليا وحاولنا نقنع فيه وحاولت اقنع اولاد وهم يقنعوه مفيش مش سامح كلام حد خالص هو اقتنع ان الشخص اللي بيجيله تمانين سنة خلاص ماينفعش يمشي مع ان باسم الله ان شاء الله كانت صحته زي الفل طيب الموقف ده مش هنسأل ابدا عشان كده حبيت احكيهلكو حابب بقى اتكلم عن سن الامل عند السيدات زمان كان فيه اسم وعش جدا للسن ده كان يقولوا عليه سن اليأس باللغة العربية وده كلمة ملهاش اي قيمة يعني كلمة سيئة للغاية ولذلك تم تغيير الكلمة دي في معظم المعاجم وتغييرها في منظمة الصحة العالمية الى سن الامل او سن الحكمة او 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 لان ده مجرد تغيرات في السيولوجية بتحصل في جسم المرأة وده مش بيحكم عليها ان نقول عليها كلمة سيئة زي كده اللي هي اليأس ولذلك الرجال اللي بتفرجوا علينا دلوقتي لازم تعرفوا المعلومات دي علشان تتعاملوا مع المرأة اللي بتوصل سن الامل بشكل ارقى بشكل اوضح وتكونوا فاهمين ايه اللي بيحصل يعني الموضوع ده مهم للرجال والسيدات ليه قالوا عليها سن الحكمة؟ لان فعلا السيدات لما بتوصل العمر ده من سن عمر 45 سنة الى 50 سنة بتزداد حكمة بشكل كبير جدا نضج كبير جدا وكلكو او معظمنا نلاحظ امهاتنا ربنا يديهم الصحة يا رب يبارك فيهم عندهم حكمة غريبة جدا انت بتعرفش هم جابين الحكمة دي منين يعني ساعات والدتي بتقول كلام انا بقعد وفكر ايه ده جابت الكلام ده منين الست دي عندها الحكمة دي ازاي يعني انا كنت مفكر نفسي رجل يعني ايه مثقف ومتعلم وقرأ كتب كتير انا بقرأ كتب بالهبل اريد كتب اكتر من امي كتير اريد كتب بالانجلش بالعربي اريد كتب طبية درست الطب في كلية العلاج الطبيعي درست حاجات كتير على مر الزمن عمال ادرس وادرس ومفكر نفسي عندي علم اكتر او ثقافة اكتر بفوجة ان امي اللي هي يعني ما دخلتش الجامعة تمام معها السنوية بسم الله ما شاء الله يعني عندها ثقافة عندها حكمة ما تعرفش يعني هم بيجيوا الحكمة دي منين ما تعرفش ربنا يبارك فيهم ويبارك في صحتهم واتلاقي كلكم برضو اللي عاديد يسمعوني امهاتكم عندهم حكمة وثقافة بالرغم ان هما ما امروش بنفس التجرب اللي احنا مرينا بيها او ما اروش نفس الثقافات اللي احنا تعرضنا لها ولكن سبحان الله هو سن الحكمة فعلا ربنا يبارك في امهاتنا وامهاتكم جميعا ولذلك سن الامل ده بيحصل في ايه بيحصل شوية تغيرات فيسيولوجية في جسم المرأة ان هرمونات الانوثة عندها بتبدأ تتوقف تدريجيا او تقل تدريجيا استعدادا يعني ان هي بعد كده ما تقدرش يعني تحمل وتنجب وهكذا طيب التغيرات الفيسيولوجية دي بتؤثر على الجسم ان هي بتخلي يحصل لها شوية تغيرات فيسيولوجية بتخلي مثلا النظارة تقل شوية يتوقف عندها هرمونات الانوثة وبالتالي بتمر ببعض المراحل العقلية او المراحل النفسية ممكن تمر بمرحلة نفسية يعني عصيبة شوية ممكن تمر ببعض التغيرات زي مثلا ايه او السخونة الزائدة يحصل في جسمها سخونة زائدة زيادة على النظوم في المرحلة الانتقالية داخل السن ده وطبعا كلنا عارفين ان المبايد بتوقف انتاج البويضات ولذلك خلاص انقطاع الامل في الحمل والولادة والحاجات دي كلها وطبعا الست بتبقى كبرة لدرجة ان هي ما تتحملش الحمل ودي رحمة من ربنا لان تخيلوا معايا ان الست مثلا توصل خمسين سنة ويجي لها حملة هتبقى صعبة جدا جدا عليها ويبقى مرهق ومؤلم ومؤذي لها اكتر ما هو مفيد لها فعشان كده رحمة ربنا العزيز الكريم ان هو جاب سن الامل في الوقت ده عشان الستات فعلا ما تقدرش تخش مرحلة الحمل وصعوبات الحمل والام الحمل في هذه المرحلة طيب اللي بيحصل ايه ان هرمونات الانوثة عندنا في الستات عندهم اتنين هرمونات انوثة حاجة اسمها الاستروجين وحاجة اسمها البروجسترون الاستروجين هو ده اللي بيكون صفات المرأة اللي بيخلي المرأة مرأة ويعني اللي بيعمل لها صفات انوثة أما هرمون البروجسترون فهو اللي بيجهزها للحمل وهو اللي بيجهز الرحم للحمل وهكذا وبينظم الدورات الشهرية وهكذا الاتنين دول بيفرزوا من المبيض عندها السيدات ولما بيجي السن ده بيبدأ هرمونات الأنوثة تقل في البداية بيحصل أن هرمون البروجسترون بيقع جامد جدا بينخفض بشدة بسرعة جدا وهرمون الاستيروجين مش بينخفض بسرعة بينخفض تدريجيا شوية شوية ولذلك بيكون فيه سيطرة تامة من هرمون الاستيروجين لفترة معينة حوالي مثلا سنة أو سنة ونص الفترة بتاعت سيطرة الاستيروجين دي بتبقى صعبة شوية على المرأة لأنها بتعملها الهوت فلاشز أو السخونة الزائدة في الجسم تلاقي عندها سخونة زائدة مش عارفة هي سخنة ليه جسمها حار دايما عرقانة بشدة متلخبطة حالتها النفسية مش متزبطة في المرحلة الانتقالية دي ولذلك ان شاء الله هعلمكم النهاردة بعض التكنيكات اللي احنا ممكن نقلل بيها الاعراض عند السيدات هل انقطع الامل ان هرمونات الانوثة ترجع تاني لا ما انقطعش الامل في بعض الاماكن في الجسم الاماكن الاخرى غير مبايد بتنتج هرمونات الانوثة وهعلمكم النهاردة تكنيكات بسيطة ازاي تحافظوا عليها تنتج مش هتنتج طبعا بنفس الضخامة ولكن هتنتج بالكميات بسيطة تحافظ على نظارة الست تحافظ على نفسيتها وتحافظ على انوثتها ان شاء الله باذن الله احد المصادر دي اللي هي الغدة الكذرية اللي هي فوق الكليا غدة صغنطوطة كده فوق الكليتين بتفرز جزء من البروجسترون وكمان جزء من الاستروجين كمان هرمون الاستروجين بيفرز من الدهون في الجسم ولذلك السيدات عندي في العملاء بتوعي في سوبر هيلثي لما بيكونوا عدوا سن الامل بتعمد ان انا ما بوصلش للوزن المثالي بالضبط بوصل لوزن واسيب لهم 10 كيلو من الدهون عشان ينتج لهم شوية هرمونات استروجين يعني باسيب لهم 5 او 10 كيلو كده في جسمهم من الدهون عشان يطلعوا شوية استروجين وبحيث ان هوية ايه ما نتغطش عليها او انها توصل للوزن المثالي بالضبط دي كانت احد التركات اللي احنا بنستخدمها في البرنامج بتاعنا في السوبر هيلثي طيب نتكلم عن ايه تاني في احد الحلول السريعة اللي بعض الناس بلجأوا لها ولكن انا لا ارشحها وهي الهرمونات البديلة دوائيا في بعض الدكاترة في العالم العربي واحيانا في العالم الغربي بس العالم الغربي توقفوا تماما عن الموضوع ده تقريبا بقالهم سنتين او خمس سنين كده من سنتين لخمس سنين بدأوا يتوقفوا عن الهرمونات البديلة ريبلسمنت هرمونات الدوائية فبيعطوا الست هرمونات انوسة دوائية علشان تفضل تحافظ على النظارة وتحافظ على كل حاجة زي ما هي طيب انت كده بمعنى صح انت لعبت في السيستم الرئيسي بتاع الانسان انت بتحاول تلعب في السيستم بتاع ربنا فاي لعب في السيستم بتاع ربنا بيقابله عواقب جسدية ايه العواقب اللي ممكن تحصل من الهرمونات البديلة اللي بعض الدكاترة بيكتبوها للسيدات او السيدات بتطلبها بضغط شديد جدا على الدكتور بتاعها علشان يكتب لها هرمونات بديلة في بعض السيدات انا عرفهم وكلموني قبل كده ضغطوا على الدكتور عشان يكتب لهم هرمونات بديلة سموا عنها في اليوتيوب فرحوا ضغطوا على الدكتور عشان يديهم هرمونات بديلة ايه مخاطر الهرمونات البديلة انت بتدخل الجسم هرمونات مصنعة وفي وقت مش طبيعي ان يكون عند الست الهرمونات دي بيحصل ايه بيحصل مخاطر السرطانات وخصوصا سرطانات الثدي عند المرأة لان هرمون الاستيروجين هو هرمون نمو فانت بتعرض خلايا اللي عندها قابلية للسرطان او الخلايا اللي هي ما كانتش هتشتغل اصلا سرطان واشتغلت سرطان تعرضها لسرعة رهيبة في الكبر يعني السرطان لو كان بيتكافأ او يكبر بالنسبة بسيطة هتخليه سريع زي الساروخ هينتشر في كل حتة بسرعة جدا بالهرمونات البديلة هيؤدي للسمنة هيؤدي للسمنة ومخاطر السمنة عند السيدات هيؤدي للتجلطات في اماكن مختلفة في الجسم ولذلك لازم الست اللي هيتاخد علاجات الهرمونية او تتكلم مع طبيب النساء بتاعها لازم تكون عارفة المخاطر دي والدكتور النساء بيشرح لهم الحاجات دي بس في بعض السيدات ما بتقدرش تستحمل الاعراض فبتقولك لا انا عادي اديني ادوية علشان اخلص من الموضوع ده تمام فحبيت اذكر النقطة دي علشان مهمة للغاية طيب احنا ممكن نعمل يا عشان نقاوم سن الامل او نحاول نقلل من الاعراض بتاعته احنا نحاول ننشط الغضة الكذرية اللي بتنطج جزء من البروجسترون والاستروجين وكمان نحن ننشط الجسم عامة وناخد غزاء داخل فيه بعض شبيهات هرمونات الانوثة طيب ننشط الغضة الكذرية ازاي؟ لازم نمرأ واحد نقلل التوتر من حياتنا لازم تشوفوا اساليب كتيرة جدا لتقليل التوتر منها التأمل منها تسبيح ربنا منها الصلاة منها حاجات كتيرة المشي الرياضة اليوجا حاجات كتيرة تقلل التوتر لان تقليل التوتر هيخلي انتاج الغضة الكذرية مركز قوي مع البروجسترون والاستروجين وهينسى هرمونات التوتر طيب حاجات تانية زي النوم لازم تنام فترة الليلية في ظلام دامس دايما عملاي في سوبر هيلثي يلاحظوا ان انا دايما اكتب لهم لازم النوم في ظلام دامس بعيدا عن الاسلاك والكهرباء والواي فاي والموبايل هاي دي الكواليتي اوف سليبينج نوم جيد ان انت تنام في ظلام تام بعيد عن الاسلاك والواي فاي والحاجات الحديثة دي كلها والموجات الكهروماغناطيسية طيب ده من شأنه ايه؟ من شأنه هي رايح الغضة الكذرية طول الليل بحيث انها تنشط في النهار وتطلع لك انتاج او تطلع للستات انتاج جيد من الهرمونات طيب ايه تاني ممكن نعمله علشان ننشط الغضة الكذرية؟ اه نهتم بقى في هرمونات مهمة جدا 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 اللي هي فيتامينات باق المركب وفيتامين دال والماغنيسيوم هنتكلم في نهاية الحلقة عن ايه الغذاء اللي ممكن يكون فيه الحاجات دي ولكن اي حد عنده عجز في فيتامين دال هيبقى عندها عجز في هرمونات الانوثة اي واحدة عندها عجز في فيتامينات باق المركب وكتير جدا من العرب عندهم عجز في فيتامين دا فيتامين باق المركب مش باق واحد بس مش بي 12 بس انا بتتكلم عن باقي المركب كل باقي المركب تمام مش هيبقى عندها هرمونات انوسة مزبوطة حتى البنات اللي عمرها 25 و 30 سنة وبتعاني مشاكل في الخلفة بتأخر الخلفة عندها ابحثي عن الهرمونات ابحثي عن الفيتامينات هتلاقي عندك عجز فيتامين دال وعجز فيتامين باق وعجز في الماغنيسيوم كمان التلاتة دول لما تلاقيهم في عجز عند الست تعرف عطوني هرمونات انوسة عندها بيضة متلخبطة والدورة كمان الشهرية بتتلخبط لما الهرمونات لما الفيتامينات دي بتبقى نقصة عند الستات ففيه ممكن حل ان احنا نستبدلهم عن طريق المكملات الغذائية فيتامين دال 3 المفعل او فيتامينات باقي المركبة او ان احنا تاخدوا الماغنيسيوم عن طريق الكابسولات تمام او ان انت تعودها عن طريق الغذاء الصحي وهو دا اللي انا افضله لانه هو دا اللي بيدي استدامة دائمة للشخص اشرب علشان تعبت في بعض الاعشاب الطبيعية اللي بتنشط برضو القد دي وهي زي حاجة اسمها الاشواجندا حاجة اسمها الجنسنج وحاجة اسمها العرقوسوس اعتقد ان معظم العالم العربي عارف العرقوسوس والجنسنج كلنا عارفينه بيجي من الصين والاشواجندا كمان موجودة بقت متاحة دلوقتي في العالم العربي ممكن تشتروها اونلاين عن طريق حاجة اسمها او او امازون بقت موجودة ومتاحة بشكل ظريف جدا 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 واللي محتاج يعرف عنها اكتر اكتبولي في الكومنس وانا بعملكوا حلقة عنها ان شاء الله عن طريق الاعشاب دي بس ناخد بالنا العرقوسوس والجنسنج مش هينفع للناس اللي عندهم الضغط المرتفع مرضى الضغط المرتفع مش هينفع ياخدوا الجنسنج ولا العرقوسوس لان دول بيزودوا الضغط في جسم الانسان طيب من الحاجات التانية المهمة جدا 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 علشان تحفظي على سن الامل وتكبري بشكل صحي سواء للرجال او لسيدات كمان اللي هو التخلص من السمنة قلناها الف مرة وهنقولها الفين مرة وهتسمعوها في كل مكان واي دكتور هتروح له هيقولك تخلص من السمنة السمنة اساس الامراض كلها السمنة هو المغناطيس اللي بيجذب كل امراض الدنيا في جسم الانسان لو تخلصت من السمنة انت تخلصت من امراض الدنيا كلها وتستعد وتخلي جسمك مستعد ان هو يحارب الامراض الحقيقية لكن ما تبقاش قاعد وتخلي جسمك يستقبل اي مرض تافه او اي مرض مزمن يستقبله بكل سهولة عشان حضرتك عندك السمنة وما اجتهاش في سن صغير او ما بدأتش تعالج السمنة السمنة مرض شرس مرض خطير متصنف ان هو مرض بقاله سنوات كتير اكتر من عشرين سنة متصنف ده مرض ده مش سوق حياة لا ده مرض مرض السمنة لازم يتعالج يا جماعة تمام فالسمنة لازم تعالجوها علشان تكبر بشكل صحي علشان تكبر بشكل صحي ويبقى جسمك مستعد للمستقبل باذن الله زي ما قلنا اه السمنة واحدة مثلا تسألني تقولي طب ما انت يا دكتور بتسيب عشرة كيلو في جسم السيدات اللي هما بيوصلوا خمسين سنة عشان ينتجلهم شوية استروجين هقولك بقى اه سؤال زكي وفكرتي بزكاء ولكن معرفتيش ان مميزات ان الدهون ممكن تجيب لي استروجين اقل الف مرة من اضرار السمنة احنا بنتكلم دلوقتي نسبة وتناسب في شوية مميزات بسيطة ان انا هاخد شوية استروجين قد كده وفي امراض بالهابل هتجيلك قد كده يبقى مين الاحاس مين الافضل الافضل طبعا ان انا اخد ان انا ابعد عن الامراض الكتير واسيب عشرة كيلو بسيطة جدا تنتجلك شوية هرمونات استروجين بشكل بسيط شكل لطيف هتحافظ عليك تمام ونبعد عن السمنة اللي هتجيب لك امراض الدنيا كلها تمام في بعض الناس بتفكر بالزكاء ده انا عارفهم عارف كوك واحد واحد طيب في بعض الاطعمة بقى او الغذاء اللي بيزود هرمونات الانوثة طبعا في حاجات كتير بس مش هنقدر نجيب كله في فيديو واحد عشان الوقت ففي بعض الحاجات البزور يا جماعة معظم البزور فيها شبيهات الاستروجين زي بزور الكتان عملائي في سوبر هيلثي عارفين بزور الشيعة عملائي عارفين تمام وفيه كمان الينسون عملائي في النحافة عارفينها دايما نستخدم الينسون علشان نحفز فراز الاستروجين وعندنا كمان بزور الكتان وبزور الشيعة وكمان بزور القرع عارفين الياقطين في بعض دول يقولوا علي القرع اللب الابيض في مصر تمام طيب وبكده نبقى خلصنا موضوع سن الامل ويلا بينا بقى ايه نخش في الموضوع الاكبر شوية سن الامل ده كان تحضير للموضوع الاكبر اللي هو مقاومة الشيخوخة عايزين نعرف مع بعض ايه اسباب الشيخوخة المبكرة هل في شيخوخة مبكرة اه في شيخوخة مبكرة الشيخوخة المبكرة دي بتصيب الناس اللي عمرهم مثلا 30 سنة 35 سنة وتلاقيه عنده شيخوخة مبكرة ازاي يا دكتور بتحصل وهتشوفوها وهتشوفوها كتير جدا خصوصا طبيعة شغلي في سوبر بقابل الناس دي كتير جدا ولكن انتوا ان شاء الله لو ركزتوا في الحاجات اللي اقولوك عليها النهاردة هتلاقوهم كتير حواليكو خصوصا في العالم العربي هتلاقوهم هتشوفوهم كتير حواليكو سن صغير ويظهر عليه اعراض شيخوخة مبكرة زي ايه الشعر يشيب بسرعة بسرعة بدري عن الطبيعي طبيعي مثلا الشعر بيشيب مثلا بعد الخمسة واربعين يبدأ بعض الشعيرات البيضاء وانت طالع بقى لكن يبقى عندك 35 سنة ويطلع عندك شعر ابيض وبالنسبة مش قليلة يعرف ان انت عندك شيخوخة مبكرة التجعيد اللي بتظهر في الوجه من بدري بدري دي شيخوخة مبكرة لو انت شكلك الخارجي بيوحي ان انت اكبر من عمرك يعني مثلا في حد او واحدة عمرها 35 سنة والناس تقبلها في الشارع وقولها يا حجة يا حجة تعالي هنا يا حجة تفضلي يا حجة حجة مين يا عم دي 35 سنة هي دي او هو ده الشخص اللي عنده شيخوخة مبكرة اللي هو الناس بتفكره كبير يعني الناس بتقول له حجة مثلا بتفكره 50 سنة او بتفكرها 50 سنة 55 سنة وتتصدم انها 35 سنة او 37 سنة او 40 سنة وتتكلم معها لانها 50 سنة هي دي شيخوخة اعراض لشيخوخة مبكرة ممكن يكون حد بيتفرج علينا دلوقتي وعنده الاعراض دي لو عندك الاعراض دي ما تحبطش ان شاء الله نقدر نصلح الامر ونتدرك الامر لو استمعت كويس للفيديو ده وركزت وطبقت ونشرت الثقافة ان شاء الله الاخرين كمان ما تنسوش بقى تشيروا الفيديو انا هسيب الفيديو ده لمدة 12 ساعة ان شاء الله حاولوا تعملوا شير لكل الناس المهتمين بالموضوع لكل الناس انتوا حاسين عندهم الاعراض دي او عندهم المشاكل دي وانا بشرب الشاي كده عايش شوية قلوب علشان تشجعوني ان انا اكمل الناس نايمة ولا ايه صح صحوا كده يا جماعة صح صحوا الموضوع اه مهم جدا ومحتاج تركيز فين القلوب ايوا كده القلوب بدأت تظهر يلا فوقوا نكمل في بعض اعراض الشيخوخة احنا قلنا اعراض الشيخوخة منها الشعر اللي بيبيض اه الابيض بسرعة بسرعة بدري عن اللزوم شكلك اكبر من عمرك بكتير الناس بتقولك في الشارع يا حج تعالي يا حجة روح يا حج اه اه تجعيد في الوجه زيادة عن اللزوم اه الجلد مكرمش او الجلد اه مش ناضر فيه تنيات ومكرمش تمام اه عندك ارهاق كتير جدا بتورهك بسرعة بيجيلك اجهات سريع انعدام في الطاقة تمام اه واحد الحاجات كانت كمان اللي هي اه امراض كتير بتجيلك وانت يعني مثلا اه اعرف ناس عند سن اتنين و تلاتين慌ة و تلاتين عما ليجيهم امراض واحد و pratين تك 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 شوية ايه ضغط شوية سكر شوية مش عارف ايه امراض تك 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 وراء بعض وبتمرض مثلا خمس ست مرات في السنة مرض مرض وادوية مرض وادوية مرض وادوية اعرف او اعرفي ان انت دخل في الشيخوخة مبكرة ودي مش حلوة بصراحة لما تدخل شيخوخة مبكرة وانت 35 سنة وما لما توصل 60 هتبقى عامل ازاي فكروا ما حد يبدأ شيخوخة مبكرة 35 سنة يوصل 60 سنة يبقى شكله عامل ازاي غير لما واحد يوصل الشيخوخة عند 50 نقدر؟ اه نقدر نقدر بعون الله بقدرته النقلة لو اتبعنا التعليمات اللي اقول عليها النهاردة تقدر تبدأ شيخوختك عند سن 50 سنة تخيل بقى لما تبقى 50 بدأ الشيخوخة شوف هتوديك لحد فين تمام؟ مش هنطول العمر طبعا بس هنخلي الجودة احلى فيه ناس كتيرة هتقابلوها عندها امراض كتير بدأت تظهر تعرف عارتون فيه خطر الشيخوخة المبكرة الافريج او المتوسط في الوطن العربي الستات والرجالة عنده عمر 40 الى 42 سنة بيبدأ يظهر عندهم بعض مشاكل الشيخوخة اللي هي امراض جسمك بيبدأ ينهار تك 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 ظهرك بدأ يوجعك الغدة بدأت توجعك الزاكرة بدأت تضعف بدأ يجيلك امراض سكر وضغط مش عارف يبدأ يظهر عليك شوية حاجات كل ده تعرف على طول ان جسمك بدأ مرحلة احنا و احنا صغيرين البناء اكتر من الهدم تمام؟ ما بنوصل سن الشباب مثلا من سن 22 سنة الحاد مفروض اكتر من 40 سنة بيبدأ فيه توازن ما بين البناء والهدم اول لما تلاقي نفسك امراضك عملة تكتر ومنتش عارف تجيبها منين ولا منين وامراض عملة تخبط فيك تك 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 ورا بعض ورا بعض ورا بعض اعرف ان معدلات الهدمة عندك زادت عن معدلات البناء معدلات الهدمة لو زادت عن البناء تعرف ان انت بدأت في مرحلة قوية شوية من الشيخوها الشيخوخة. هي مرحلة طبيعية ولازم هتحصل لأي حد فينا. بس ما تحصل لك بدري غير ما تحصل لك متأخر. بعد كده الشخص بيبدأ يستقر يعرف اه عندي سكر عندي ضغط عندي كوليسترول هبدأ ازبط هاخد ادوية وكل شخص بقى من الناس دول بيوصل لمرحلة ان هو معاه كيس بيحط في الادوية بتاعته بياخدوها معاه في كل مكان بيتأقلم مع الوضع اه وبيستقر شوية بس ده بدري. ده بدري. الجماعة في الغرب بيبدأوا المرحلة دي عند سن الستين وخمسة وستين. تخيلوا تخيلوا الهم اللي احنا فيه. خمسة ستين وخمسة وستين بيبدأوا المرحلة بتاعت الامراض دي بيبدأ بقى ياخد ادوية كوليسترول مثلا وياخد ادوية ضغط وحاجات دي عند خمسة وستين سنة. احنا عندنا هنا ما شاء الله في العرب ما شاء الله يشوف ناس في الخمسة وتلاتين وبيخدوها. تمام? فلازم نطور ولازم نغير نفسنا. وزي ما نقول لكم العشرين الف متابع على الفيسبوك والسبع تلاف متابع على الانستجرام لازم نكون بزرة لنقل الوعي ونقل الثقافة ونغير في المجتمع ونغير بقى في نفسنا وفي عيالنا. الامل في عيالنا. الامل في اولادنا. كل واحد فيكو يهتم باولاد وهم صغيرين. صحة جيدة رياضة تغزية صحية. التلاتة دول محاور اساسية في الاطفال عشان يكتلعوا احسن مننا الف مرة. مقاومين الامراض احسن مننا الف مرة. تمام? ان شاء الله. طيب احنا قلنا عراض الشيخوخة اه المبكرة وقلنا اه وقلنا اسباب. لا لسه مقلناش الاسباب. طيب ايه الاسباب? ايه اسباب الشيخوخة المبكرة? نمر واحد السمنة. هفضل قولها طول عمري هفضل قولها. نمر واحد السمنة. ومعظم السيدات اللي بتقول لها تعالي يا حجة وروح يا حجة وهي عمرها صغير عندها سمنة مفرطة السمنة هي اللي بتخلي شكلها كبير في السن السمنة هي اللي بتخلي في لخبطة في الهرمونات السمنة بتخلي الرجل يوصل لمرحلة عمرية يشكله في العمر اكتر بتخلي الرجل يطلع له ثدي كلنا عارفين انت الثدي عند الرجال نتيجة السمنة فكل دي مشاكل السمنة نمر واحد السمنة الالتهابات المزمنة في الجسم الالتهابات المزمنة في الجسم ايه اللي بيحصل اللي بيجيب الالتبات المزمنة في الجسم الاكل الغير الصحي كلنا عارفين ايه الاكل الصحي وايه الاكل الغير صحي اللي مش عارف يتابعنا في سوبر هيلسي يعمل follow ويتابع البوستات بتاعتنا يعمل scroll يجيب البوستات هيتعلم بالهبل احنا منازلين حوالي 144 بوست تقريبا اعمل كده هتتعلم تعليم بالهبل في البوستات بتاعتنا كلها ومتنساش طبعا تعمل like تقديرا للشغل اللي بيتعمل تمام طيب نيجي بعد كده الالتهاب المزمن الاكل الضار هو اللي بيجيب الالتهابات مزمنة زي مثلا كلنا عارفين السكريات الضارة الكربوهايدريت السريعة او الضارة الاكلات اللي بتيجي من برا البيت وا 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 والحلويات بتاعت الاطفال حلويات بتاعت الاطفال اكرر الاطفال ساعات بيجي لهم الالتهابات مزمنة واللي بيأكل حلويات الاطفال ومتعاود عليها وكبر عليها وبقى شاب التهابات مزمنة للركب للصبح تمام؟ طيب التوتر التوتر يا جماعة من أحد أهم أسباب الشيخوخة المبكرة ونلاحظ كده في المجتمعات اللي فيها هموم كتير المجتمعات اللي فيها هموم كتير وضغط عصب كتير تلاقي الناس فيهم شكلهم بيعجز بسرعة بيكبروا في العمر بسرعة غير المجتمعات الريئة الناس اللي ما عندهمش ضغوطات كتير اللي ما عندهمش حروب الناس اللي ما عندهاش خوف من المستقبل كل الناس دي بتكبر بشكل افضل بتوتر عندهم بيقل فشكلهم بيبقى شابة اكتر وهكذا وده طبعا باللاحظة في المجتمعات الغربية اكتر من المجتمعات العربية طبعا البلاد اللي فيها حروب الله يكون فعونهم كل ده حاجات بنقول عليها بتقصف العمر يعني فيه تعبير مصري بيقول حاجات تقصف العمر فعلا يا جماعة التعبير ده صحيح الهم وكثرة الهم وكثرة المشاكل بتقصف العمر بتقلل العمر يعني او بتخلي شكلك كبير طبعا ما فيش حاجة من غير مشاكل الحل ان انت تتعامل مع المشاكل بشكل صح الامان بالله وقدرة الله والتوكل على الله وبرج مهمومك على الله دي احد اهم الاساسيات في علاج الموضوع ده ان انت مش بس كلام بقوله لا انت لازم تؤمن لازم القلب ده يؤمن بالاشياء اللي انا قلتها ان الله موجود قدرته عالية فائق الله اكبر يعني اكبر ايه يعني اكبر من اي حاجة في العالم ده ربنا نخلق العالم ده وهو اكبر من اي حاجة في العالم وقدر يغير العالم ليك انت في لحظة فلازم تؤمن بكده عشان توترك يهدى من غير كده قلب بذكر الله تطمئن القلوب بدون كده قلبك مش هيتطمئن والتوتر مش هيقل فلازم نعالج التوتر بالاساليب دي الامان بالله وتسبيح الله بكتير ذكر الله تطمئن القلوب والتأمل وتفريغ الطاقة السلبية عن طريق البعد عن المشاكل ومحاولة نسي المشاكل وحاولة معالجتها بشكل صحيح تمام طيب تاني حاجة بعد كده الزلام الزلام انا بيؤكد عن النقطة دي عشان العملية بتوعية من الخليج العربي بيهربوا من الشمس عندهم نعمة كبيرة جدا وهي الشمس وكلهم بيهربوا من الشمس وبيعفلوا الشبابيك وما بيخلوش الشمس تدخل البيت وبيهربوا من الشمس مش بيخلوها تيجي على قديهم ولا بشرتهم تمام ودي مشكلة كبيرة جدا في المجتمعات وبدأت تؤدي إلى أمراض شرسة ويعني كفاية تحذير أكتر من كده يا جماعة اطلعوا للشمس افتحوا لضوء الشمس خلوا لضوء الشمس يدخل بيوتك عرضوا نفسكم للشمس وما تخافوش على لون البشرة انت لو تعرضت للشمس 20 دقيقة كل يوم مش هتصمر حضرتك انت هتاخد لونك الطبيعي لو انت تعرضت للشمس 20 دقيقة كل يوم ولونك بقى داكن سنة اعرف ان دا لونك الأساسي انت تعرف ان دا جيناتك الأساسية انت ما سمرتش دا جيناتك الأساسية بس انت كنت لعب فيها وسايبها وبعد عن الصح بتاعها طيب لو قعدت أكتر بقى من نوعيشين دي قعدت ساعة وتساعة وساعتين وتلاتة اه دا هيسمر بنتيجة الشمس فعلا وما بننصحش بكده عشان ما يتعرضش لمشاكل الشمس الحارقة او مشاكل الشمس ديادة عن النزوم نتعرض للشمس بس بعقل نتعرض للشمس الصحية تسع عشر الصبح او اربعة خمسة قبل المغرب نتعرض للشمس الصحية عشرين ديئة نقدر نوصل لساعة في اليوم تمام والجامعة حبيبنا الاسحاب البشرة السوداء من افريقيا او في اي مكان في العالم اللي بشرتهم صمرة محتاجين يعودوا اكتر شوية في الشمس يعني احنا مثلا اصحاب البشرة القوكزية الاوروبيين محتاجين يعودوا ربع ساعة في اليوم احنا اصحاب الشرق الاوسط البشرة القمحية ممكن نقعد عشرين ديئة في اليوم اصحاب البشرة السوداء يحتاجين يعودوا تلاتين ديئة في اليوم عشان يكتسبوا فيتامين دال ويحسنوا مستويات فيتامين دال في جسمها تعرفوا ان معظم الناس تسعين في المية من الناس اللي بيجيلها سرطان منلاقي عندهم عجز فيتامين دال تعرفوا كده ركزوا في المعلومة دي وحموا نفسكم من النقطة دي طيب الجفاف يعني ايه الجفاف اللي هو الجفاف في الجسم الناس اللي بتبخل على نفسها بشرب المية الناس اللي بتبخل على نفسها بشرب المية وبيسبب جفاف دائم في جسمه وبيعتقد ان هو طالما مش عطشان يبقى مش هيشرب اللي هو ما بيوصلش الاثنين لتر ونص في اليوم ده مفكر نفسه ان هو شاطر وان هو ما بيعتاش قولك انا ما بعتاش انا مش بحب المية حضرتك انت بتؤدي لهلاك جسمك بالبطيء انت بتنوت نفسك بالبطيء ولذلك لازم تنعيش ونفسكم بالمية المية سر الحياة المية سر الحياة المية تنمية تنمية لجسمك هرمونات النمو وبناء العضلات وبناء الأنسجة وبناء كل حاجة في جسمك بيجب المية المية تحسين للهضم المية للنظارة المية للجهاز الهضمي المية للقلب كل حاجة بجسمك ماشية بالمية من غيرها مش هتعرف تشتغل ولو انت عايش منفكر نفسك عايش بمية قليلة فانت مخطئ يا حبيبي لان انت إلا حصل ان جسمك بدل ما كان شغال بكفاءة 100% عمل down sizing قلل كفاءته إلى 60% جسمك شغال بكفاءة 60% عشان ما عندوش كفاية من المية ولا كفاية من التغذية الصحيحة فانت انفكر ان انت عايش انت بتتنفس وقلبك بينبض ومخك بيشتغل شوية لكن دي مش كفاءتك الطبعية كفاءتك كانت مية في المية شربوا مية كتير كفاءتك تعلى في الجسم مش من يوم ولا اتنين دي عادة لازم تكون عادة أساسية في حياتك طبعا النحافة من أحد أهم أسباب برضو الشيخوخة المبكرة النحافة ليه النحافة؟ مع انها عكس السمنة لان النحافة مرض برضو ليه لانه بيبقى عنده نقص في الفيتامينات والمعادن والأنسجة والهرمونات وجسمه خربان خالص من الداخل النحافة يا جماعة من جوه جسمه خربان على الآخر النحافة من أكتر الناس اللي بيصعبوا علي ومن أكتر الناس اللي فعلا محتاجين علاج وأحيانا فعلا ما بيبقوش فاهمين ان هما لازم يتعالجوا النحافة عندهم مشاكل جسدية ومشاكل نفسية وفي المستقبل جسمهم ضعيف جدا مبدأش يتحمل أمراض يا جماعة بيحصلون مشاكل كتير جدا فيه ناس اصلا بعد شهر بتموت لما بيجي لها مرض خفيف فاهميني؟ فإن حافة أحد الحاجات اللي بتسرع الشيخوخة المبكرة وخصوصا التجعيد بقى والجسم الصعب اللي هو كلنا عارفينه والجسم اللي هو يبقى تجعيد ونحيف زيادة عن اللزون الكسل وكلة الحرقة جسمك ربنا خلقنا بجسم فائق جسم يمشي جسم يتحرك ربنا ما خلقناش سحلفة حتى السحلفة بتتحرك والله ربنا ما خلقكش كائن ساكن ما خلقكش مكتب ربنا خلقك إنسان والإنسان ربنا خلقه بيتحرك كل يوم لازم تتحرك كل يوم الأقل حركة ساعة في اليوم من المشي طبعا للناس اللي قدروا يمشوا إن في ناس عندهم مشاكل في المفاصل ما خلهمش يقدروا يمشوا أنا بتكلم عن الشخص الطبيعي لربنا خلقك طبيعي وعندك نعمة إن انت جسمك طبيعي وصحتك طبيعية وما بتمشيش بتركب العربية بتركب موصلات بتركب على طول ما بتمشيش على رجليك ما بتستخدمش قدراتك فده طبعا هيؤدي بك إلى التهلكة أو الشخوخة المبكرة أو إن جسمك يبدأ ينهار شوية شوية بعض الناس بتعتقد إن هي رفاهية إن هو بيركب وما بيمشيش حضرتك أنت بتدمر نفسك بكل سهولة وفي بعض السيدات اللي بقابلهم كتير بيتفخروا إن هم عندهم شغلات كتير وهم الشغلات بيعملوا كل حاجة في البيت وهي سيدة البيت قاعدة ما بتعملش حاجة حضرتك الشغلات ما بيقاش عندهم أمراض اللي بيبقى عنده أمراض سيدة المنزل اللي مشغلة الشغلات وهي قاعدة ما بتعملش حاجة هي دي اللي عندها الأمراض وهي دي اللي بتج��ها المستشفى وهي دي اللي بتتعالج الشغلات بيجوا? ما بيجوش بيجوا قليل جداً بيجوا في أمراض شرسة أمراض خطيرة فعلا لكن الأمراض التعبانة دي ما بيجوش فيه ليه؟ بيتحركوا بيشتغلوا معنى كبه أنه يعني إني أنت مش لازم تشتغل شغالة أو أن هناك... يعني في بعض الناس لازم ترSave شغالة في البيت البيت كبير عندهم لسرى كبيرة ماشي هاتوا شغالة بس يشتغلوا معاها اشتغلوا بأيديكوا اتحركوا جوه البيت وبره البيت اعملوا حركة او اعملوا رياضة زي ما تحب طيب نيجي بعد كده لبعض النصائح بقى لمقاومة الشاي خوخة شوية قلوب بقى عم اشرب شوية شاي عشان اشوف الناس فيقين معايا ولا لا هنوصل بقى الاخر نقطة وهي النصائح للحفاظ على الشباب الدائم طبعا فيش حاجة اسمها للشباب الدائم عشان نكونوا واضحين امام الله فيش حاجة اسمها للشباب الدائم سنة الله في الارض ان احنا لازم نوصل لشيخوخة لازم لازم الانسان هيوصل لشيخوخة ولكن لما نوصل بها بصحة قوية افضل من انما نوصل بصحة وتعبانا وقاعدين على السرير والناس بتشلنا وتودينا وتجبنا والحاجات دي كلها تمام اه فناخد بالنا من النقطة دي الشباب الدائم مش معناها ان احنا مش هنعجل ما فيش حاجة حتى الان بتعمل شباب دائم وما فيش حاجة تخترع تعمل شباب دائم لان سنة الله لن تتغير حتى يوم القيامة ان شاء الله طيب بسم الله نصائح لمقاومة الشيخوخة نمرة واحد الماء سر الحياة سر الحياة الماء اشربوا مية كتير جدا اقل حاجة اثنين لتر ونص في اليوم شامل المشروبات بتاعتك يعني انت لو بتشرب كوباية شاي زي دي كده في مجهة حلو زي بتاع سوبر هيلسي ده بتشرب كوباية شاي كبيرة زي دي دي اعتبرها من المية بتاعتك تمام يعني دي مثلا حوالي تلتمية ميلي لتر تمام تلتمية ميلي لتر هنا على خمسمية ميلي لتر هنا 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 المهم في التوتل تقفلي اثنين لتر ونص ولو وصلت ثلاثة لتر يبقى انت زي الفل وشخص كويس جدا وبتحافظ على نفسك وبتحمي نفسك هل نشرب المية كلها مرة واحدة يعني فيه حد بيمسك مثلا زجاجة الماء خمسمية ميلي لتر اشربها كلها مرة واحدة ده صح غلط تماما اشربوا المية على فترات متبعدة يعني كل شوية تاخد جزء كل شوية تاخد جزء كل شوية تاخد جزء كل شوية تاخد جزء هو ده الصح وده الافضل شيء يبقى المية سر الحياة وزي ما اتكلمنا قبل كده احعد بقى ايه اصراري في الشباب ان انت تحافظ على الشباب وهو الاستحمام بالماء البارد او الثلج كلمت فيها كتير قبل كده الناس بتستغرب الناس ما بتعرفش تعملها الناس بيهربوا منها ولكن هي اساس مهم جدا فيه المحافظة على الشباب والناس اللي بيعملوها الناس الرياضيين اللي بيحافظوا على صحتهم وشبابهم كتير جدا لو منكم يفتكر البوست او المنشور المقال اللي انا كتبته عن كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو بيحافظ على شبابه عن طريق ان هو بيغمس نفسه في الثلج تقريبا مرتين او ثلاثة في الاسبوع بيغمس نفسه في الثلج عندنا في مصر لعب كرة قدم او لعب حارس مرمى اسمه عصام الحضري طبعا كلنا مشهور جدا بنشوف هو بيغمس نفسه في الثلج الراجل ده عنده اتنين واربعين سنة او خمسة واربعين سنة ولسه بيلعب في الدوري ولسه بيقف حارس مرمى وبيطير وبيمسك الكرة وبيعمل حركات بسم الله ما شاء الله ربنا يحميه ويبارك فيه طبعا ولكن الراجل ده عنده شوية اسرار برضه من المحافظة على الشباب واحدها هي انغماس في الثلج او تستحمى بمية بارد الاستحمام بمية صخنة حلوة كل حاجة بس مش كل حاجة يبقى دائمة عندك استحمى بمية بارد وعود نفسك شوية شوية دخل ايديك الاول وبعد كده رجليك وبعد كده راسك وبعد كده جسمك تمام؟ لو المية البردة صعبة عليك او الثلج صعب عليك اجري تحت المية وارجع اجري وارجع لحد من جسمك يعمل الادابتاشن الجسم زكي جدا بيعمل الادابتاشن مع المية البردة هتلاقي نفسك بدأت تستحمل ادخل مثلا 30 ثانية واطلع 30 ثانية كمان واطلع تمام؟ ده لو انت في الحمام بتاع البيت او الدش بتاع البيت طيب لو انت بقى شخص يعني يعني تقدر تروح الاماكن اللي فيها الانغماس في الثلج بدأت تبقى موجودة في مصر وفيه طبعا في اوروبا والغرب كتير بس فيه بعض الاماكن اللي انت بتروح تدخل في شامبر غرفة يقفلوا عليك كده والتلج تبقى منغمس جوه تلج درجة حرارة تحت الصف وتبقى طبعا صعبة جدا بس جسمك بيقدر يتعامل معها وبتتدرج فيها شوية شوية الناس اللي عندهم حساسية من البرودة ده قصة تانية انا بتكلم عن الناس الطبيعيين اللي ما عندهمش حساسية من حاجة معينة تمام؟ التلج بيعمل ايه؟ التلج بيؤخر انقصام الخلايا طول ما الخلايا بتنقسم وتفضل تنقسم وتموت تنقسم وتموت انت كده رايح في الشيخوخة هتوصل لمرحلة انقصامها يخلص عدد الانقصامات بتخلص فالتدهور بيزيد فالثلج بيعمل ايه؟ والبرودة بتاعة الميا بتعمل ايه؟ بتؤخر الانقصام بتاع الخلايا فبدل ما الخلايا تتكاثر وتكبر او تتكاثر وتنقسم بسرعة جدا لا هتبقى بطيئة فتديك طول وشباب اكتر تمام؟ طيب احد الاسرار اللي انا بستخدمها ليه يا شخصيا والعملاء بتوعي في سوبرهيلثي كلهم بستخدم معاهم حتى الناس اللي بيعملوا النحافة وهو سر الصيام الصيام المتقطع او الصيام بشكل عام طبعا الناس هتستغرب ازاي بتستخدم الصيام مع الناس اللي عندهم نحافة يا دكتور اقول لكم لان الصيام يا جماعة مش نظام تخسيس لو كان حد سواهولك ان هو نظام تخسيس اذا هو مش فاهم نظام الصيام هو نظام انساني مش دايت يعني اسلوب حيالي اي حد ممكن يمشي عليه النحيف والسمين والمريض وحاجات كتيرة جدا بس طبعا في مرضى ما ينفعش يصوموا انا بتكلم عن الشخص الطبيعي اللي ما عندهوش مشاكل عشان النقطة دي لازم نعمل او اخلاق مسئولية طيب الصيام بيعمل ايه برضو بيقلل انقصام الخلايا تمام بيعطل انقصام الخلايا السريع شوية بيقلل التهابات الجسم بيعمل لدي فرصة الجسمك اللي استشفاء ان هو يشفي نفسه حاجة اسمها الماكروفاجز بتشتغل في جسمك لما بتصومه بتاعد الماكروفاجز دي خلايا بتاكل الخلايا الميتة وبتاكل الفضلات اللي جنب الخلايا وبتنظف الجسم كده بتاعد تشتغل تنظف الجسم كده ايه كل شوية طيب ايه بتاع الصيام انا لا ارشح ان انت تصوم اكتر من 12 ساعة لو هتستمري سنوات لو هتخليه اسلوب حياة يبقى ما تزودش عن 12 ساعة في اليوم وده اللي انا بعمله مع العملاء بتوعي نظام ال 16 ساعة ونظام ال 18 ساعة ونظام ال 20 ساعة انا ااسف انا بتكلم عن شخصي مش بتكلم عن الناس تانين اللي بيروجوا الحاجات دي انا بتكلم عن شخصي ولكن صيام زيادة عن اللزوم هيعمل استرس زيادة عن اللزوم عليك برضو والصيام زيادة عن اللزوم لا انصح السيدات باستخدامه لانه هيؤثر على انتاج هرمونات القنوثة وخصوصا لو دخلت سن الامل يبقى ماينفعش تصومي اكتر من 12 ساعة تمام ناخد الفايدة ما نبقاش متطرفين انا بعلمكم ودلوقتي في سوبر هيلثي اهلي واسرتي الناس السوبر اللي قدامي دلوقتي الناس السوبر دول اتعلموا عدم التطرف لا تتطرف في الغذاء ولا تتطرف في اسلوب الحياة يعني اللي بيصوم عشرين ساعة ده ده متطرف التطرف بيؤدي لمشاكل ربنا خلقنا للاعتدال ورسولنا الكريم محمد كان بيصوم يومين بس في الاسبوع يومين بس في الاسبوع تمام؟ وربنا رب العزة لما امرنا بالصيام امرنا نصوم 30 يوم اللي هو الصيام ال 16 و 18 ساعة ده 30 يوم بس ولازم تكسره لازم بتكسر الصيام 30 يوم بتاع رمضان هل نصوم 30 يوم بس لازم بنكسر 30 يوم وبعدك ممكن تصوم تاني اه متقطع بس متقطع بقى ايام مختلفة بس ما ينفعش تمشي متواصل اكتر من 30 يوم ربنا اللي صنعك الكتالوج قالك 30 يوم متواصل فما ينفعش انت تصوم مدى الحياة 18 ساعة هتدمر نفسك تمام اه طيب نيجي بقى للنقطة النقطة المهمة جدا تصوم 12 ساعة في اليوم وتعمل زي رسولنا الكريم ممكن تصوم مرتين في الاسبوع او مرة في الاسبوع صيام اسلامي اللي هو العادي تمام يبقى انت كده خدت الفايدة الكبيرة متاعت الصيام وتركت اي اضرار ممكنة ممكن تحصل من الموضوع ده تمام والناس اهلنا وحبيبنا الناس الكبار طبعا كلهم بيصوموا احسن مننا احنا احيانا الشغل بياخدنا احيانا انشغلات الحياة وضغوطات وموعيد العمل ندخلينا نتقاعص احيانا عن موضوع الصيام الاسلامي اللي هو يوم او يومين في الاسبوع ولكن ما شاء الله امهاتنا واهالينا ربنا يحميهم بيتابعوه بشكل رائع جدا جدا يعني نيجي النقطة اللي بعد كده وهي الغذاء الصحي يا جماعة الغذاء الصحي شئتنا ام ابينا سمعت كلامي النهاردة هتسمعلي بعد خمس سنين هتيجي بعد خمس سنين تقول يا ريتني كنت سمعت كلام الدكتور احمد الغذاء الصحي هو السبيل لعلاج كل الامراض الشفاء الكامل للانسان هيجي من الغذاء الصحي واسلوب الحياة الصحي شئنا ام ابينا لو انت يعني فيه شيء معين بيمنعك ان انت هتمشي على اكل صحي اعرف ان انت هتيجي في يوم من الايام غصب عنك هتمشي على الاكل الصحي وهتكون مريض وهتمشي غصبا عنك وممكن تكون دخلت المستشفى كذا مرة واكبروك ان انت هتاكل اكل الصحي فخليك اتعود على الاكل الصحي خلي متعة الاكل الصحي خلي الاكل الصحي متعة في حياتك في حاجة جميلة قوي ممكن تعملوها ان انت تاكل اكل صحي في خروجاتك مع اصحابك كل اكل صحي في خروجاتك مع اهلك كل اكل صحي في الاماكن اللطيفة اللي انت بتحب تروحها ليه؟ علشان تربط عقلك بالمتعة مع الاكل الصحي اللي اتنين يما يرتبط في عقلك مع بعض هتحب الاكل الصحي انت ليه بتحب البرجر؟ علشان كل ما بتروح تاكل برجر بتروح تاكل مع اصحابك اللي بتحبهم فارتبطت عاطفيا بالبرجر والأكلات المطاعم ليه الناس بتحب ماك وكنتاكي عشان ربطك عاطفيا بيه الراجل اللي بياخد أسرته وبيروح ماك أو ماك دونالد أو كنتاكي والحاجات دي بياخد أطفاله وبتبقى جو أسري ودفء ولطيف واللون الأحمر بيحوطك من كل مكان فبتحس عاطفيا أنت ارتبطت بالمكان وبطريقة الأكل وبشكل الأكل ده فأنت خليك زكي خليك سوبر من أسرة سوبر هيلسي واعكس العملية دي بحيث أن انت تربط نفسك عاطفيا بأكل صحي مع أحبابك مع أهلك مع أصحابك وكلكم تستفيدوا وكلكم تبقى صحتكوا حلوة ليه لأ؟ صح؟ صح قولولي صح طيب إيه تاني بعد كده عندنا قلنا الابتعاد عن التطرف في الغذاء فيه ناس بتتطرف في الغذاء يبقى نباتي فقط يأكل النبات بس فيه ناس بتتطرف في الغذاء يأكل لحوم بس أكل اللحوم فيه ناس بتتطرف تأكل دهون بس تمام؟ كل ده تطرف وزي ما قلنا قاعدة انت تطرفت عن خلق الله قابل بقى قابل مشاكل بقى ممكن ما تظهرش المعاكل دلوقت بس ممكن تظهر بعدين اللي بيتتبع نظام نباتي بس حضرتك أو حضرتك هيقل عندك الكوليسترول الصحي الكوليسترول الصحي مهم لإنتاج الهرمونات مهم لإنتاج الهرمونات الأنوثة مهم للنظارة فيه فيتامينات بقى المركبة اللي مش موجودة في نباتات كتير وفيه فيتامينات بقى مش موجودة غير في اللحوم تمام؟ وفيه معادن كتير وفيتامينات كتير مش موجودة غير في الأكل الحيواني أو الأجبان أو المنتجات الحيوانية طيب وكثرة استهلاك المنتجات الحيوانية بيؤدي للتهابات ويؤدي المشاكل في الجسم فإذا الحل إيه؟ التوازن التوازن يا جماعة كل الأديان السماوية قائمة على التوازن التوازن أن أنت ولا تأكل دقوي ولا تأكل دقوي تعمل تنوع في الغذاء لأن أنت إنسان متنوع الغذاء ربنا خلقك كائن متنوع الغذاء لا خلقك أكل لحوم ولا خلقك أرنب تأكل نباتات بس ولا خلقك سمكة ربنا خلقك إنسان وقال لك أنت إنسان متنوع الغذاء كل من الصمرات والطيبات والأنعام تأكل من كله بس بتوازن واعتدال طيب والناس اللي بتاكل دهون بس حضرتك اللي بياكل دهون بس كل الابحاث بدأت بقى عمالة تطلع دلوقتي طبعا الناس اللي عارفين النظام مش عايز اقول اسامة عشان الناس اللي بيحبوه جدا ولكن النظام اللي هو اكل الدهون بدأت تظهر بعض المشاكل الناس اللي عندهم مشاكل في القلب او عندهم مشاكل في قلوية دموية بدأ يحصل لهم مشاكل ان الكوليسترول الضار بيعلى جدا في الجسم تمام الناس اللي عندهم مشاكل في الكلا والكبد بدأوا يرهقوا الكلا والكبد بسرعة عالية للغاية انت بتشغل كلا والكبد بسرعة عالية للغاية بدلا ما كانت تتقعد معك عشرين سنة وممكن تتقعد معك خمسة مش هتحس النهاردة مش هتشوف النهاردة انت هتشوف بعد خمس سنين و هتفتكروا الكلام ده تمام طيب مش عايزين نهاجم حد خلينا كده لطفاء طيب الفواكه الفواكه من احد الحاجات الجميلة جدا اللي ربنا خل اهلنا على كوكب الارض ومن الحاجات المتنوعة جدا وفيها تقريبا تسعين في المئة من المعادن والبيتامينات بتاعة الجسم بتاعة الانسان اللي محتاجها فالفواكه يا جماعة مهمة جدا جدا لغاية عشان تقاوم الشيخوخة الوان الفواكه تنويع الالوان بتاعة الفواكه مهم جدا لا ينفعش تعيش عمرك كله بتاكل تفاح بس ولا تعيش عمرك كله بتاكل كيوي بس ده حلو ده حلو بس نوع في الالوان نوع في الاشكال نوع في المحتويات يعني شوية تاكل حاجات الياف وشوية حاجات جوسي مرة منجا مرة تفاح نوعه في الاشكال والالوان وخصوصا التوتيات بيريز اي حاجة اللي هي بتنتهي بيري التوتيات يا جماعة من احد اقوى المواد اللي فيها بوليفلافينويد او فيها بوليفلافينويد بتؤدي بتقلل التهابات في الجسم بتقلل الشوارد الحرة وبتقاوم الشيخوخة التوتيات اي حاجة فيها توت تمام التوت بقى اللحمر اللصمر اللبيض اي حاجة توت حتى الفراولة تعتبر من التوتيات كل الحاجات دي مقاومة الشيخوخة بشكل جيد جدا العنب والزبيب وخصوصا الزبيب الاسود المعلومات دي اسرار على فكرة سجلوها عندكم سجلوها عندكم جد يعني اعملوا سيف للفيديو ده وسجلوا المعلومات دي لك والمستقبل تمام اه من الحاجات المهمة جدا بقى نخش على الخضروات الخضروات من احد اهم الحاجات اللي هتساعدنا في مقامة الشيخوخة هي الكرومب او الملفوف الخليج بيقولوا عليه الملفوف الكرنبيت والبروكلي عارفين انتو الكرنبيت اللي هو شكل بروكلي بس ابيض الكرنبيت ابيض والبروكلي اخضر تمام البروكلي والكرنبيت والكرومب الابيض والبنفسيجي والكرافس حاجات دي من احد اهم من حاجات مقاومة للشيخوخة تمام سجلوا الحاجات دي واتبعوها وجبوها وكلوها كتير نيجي بعد كده لحاجة مهمة جدا وهي المايكروبيوم المايكروبيوم في الجسم يعني ايه المايكروبيوم وهي البكتيريا الحيوية المنتشرة في جسمك كله وهي من احد اهم حوائط الصد للمناعة تاعت الانسان واحد اهم العناصر الهمة في جسم الانسان واللي الناس كتير جدا تهملها وناس كتير جدا ما يعرفوهاش وفيه اطباء كتير جدا بيهملوها ومش مؤمنين ان هما يدوا المرضى بتاعهم مكملات لها المايكروبيوم بيكون جوز كبير جدا من حياتنا وخصوصا البروبيوتكس البروبيوتكس هي البكتيريا الحيوية الموجودة في الجهاز الهضمي للانسان وخصوصا القولون البكتيريا الحيوية دي بتعمل ايه البكتيريا الحيوية دي بتساعدك في الهضم بتثبط مزاجك بتفرز بعض الهرمونات وانتصاص المعادن وانتصاص الفيتامينات وهكذا وبتحارب البكتيريا الضرّة عندك بكتيريا ضرّة وبكتيريا نفع البكتيريا النفع قوية وعضلاتها كبيرة هتموت البكتيريا الضرّة وهتاكل الأكله كله هتستفيد وهتبقى صحتك زي الفل بإذن الله البكتيريا النفع قلت البكتيريا الضرّة هتزيد وهتبهدلك واتكلمني قبل كده عن النقطة دي مش عادها كتير تمام؟ ارجعوا للبكتيريا الحيوية والبكتيريا الضرّة في نقطة كمان اللي هي الابتعاد عن الأدوية الكيميائية قدر الإمكان نقطة خمسين خط تحت قدر الإمكان ليه؟ لأن فيه أدوية لازم تاخدها وقعى تبعد عنها تمام؟ بحذركم يا جماعة مش معنى كده أن أنت تسيب كل الأدوية لا أنا بقول قدر الإمكان يعني إيه؟ يعني مثلا حضرتك عندك صدقة أسهل حاجة بتعملها إيه؟ بتجيب البنادول وهوب بتدي البنادول وما جابتش حباية نتيجة بتجيب التانية التالتة الرابعة ما بتقدرش تتحمل حاجات بسيطة فبتضرب أدوية ملهاش أي ستين لازمة على الفاضي تمام؟ ده اللي أنا أقصده الأدوية اللي هي بتاخدها عمال على بطال طيب حضرتك روحت للدكتور السكري وقال لك لازم تاخد أدوية السكري لازم تاخد أدوية السكري لقيت عندك ضغط والدكتور قال لك لازم تاخد حبوب الضغط لازم تاخد حبوب الضغط من غيرها هتموت في أدوية اللازم تاخدها لحد ما يحصل لك شفاء ولما يحصل لك شفاء ما تسيبش الأدوية لوحدك تسيبها مع استشارة الطبيب وده اللي احنا بنعمله في سوبر هيلثي في برنامج المناعة والشفاء الزاتي وبرنامج السكري علاج السكري عن طريق التغذية العلاجية بنعمل ايه؟ بنفضل منصقين مع الطبيب بتاع الشخص شوية منفضل منصقين ونتابع عن نظام الغذاء الصحي أسلوب حياة الصحي ونزبط 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 الأدوية الدكتور يبدأ يقللها شوية بالتنصيق ما يقاعد قلل لوحدك ولا دكتور التغذية بتاعتك يقلل لك الأدوية طبيبك الخاص أو طبيب السكري أو طبيب الأسرة اللي انت بتتعامل معاه هو اللي يقلل لك الأدوية بالتنصيق مع دكتور التغذية العلاجية فإذا بنفضل ننصق مع بعض وفي النهاية بنوصل لنقطة الطلاقي احنا أحيانا لما يحصل شفاء الدكتور بيشيل الأدوية من نفسه لكن إنت لا تشيرش الأدوية من نفسك أرجوك وارجوك وارجوك أحط خط تحت النقطة دي الأدوية اللي ملهاش لازمة سيبها أدوية المسكنات الباندول اللي عملها على بطال الفيتامينات ال بتامينات اللي عملها على بطال و والفيتامينات على فكرة دوائية مش صحية مش هي مفئة تستمر عليها مدى الحياة نعملين عشان أن ننقذ واحد كان وقت في مشكلة ونقومه بعدها السابقة ونقوم على الرجليه وبعد كده يعتمد على التغذية العلاجية يعتمد على التغذية الصحيحة طول عمره هو ده المستدام فأي كيميائيات بتخش جسمك حاول تقللها على قد ما تقدر الناس المثل اللي بيجي لها أمرات كتير جدا بيضطروا ياخدوا مضادات حيوية كتير وياخدوا أدوية كتير هرس 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 كتير قوي من الأدوية ومضادات الحيوية الناس دول بيؤدي في الآخر أنها صحتهم بتتدمر بسرعة بسرعة ويوصلوا الشيخوخة المبكرة في نقطة طبقة بعد كده اللي هي الرياضة كلمنا عنها كتير والرياضة يا جماعة أساسية في حياة الإنسان الرياضة غير المشي المشي ده الأساسي الرياضة اللي حاجة للزيادة اللي أنت هتعملها أرشح أن تعملوا من نص ساعة إلى ساعة من الرياضة كل يوم وإن لم يكن كل يوم فإذن خمس أيام في الأسبوع هتكون كافية بإذن الله النوم لازم تناموا كويس قلة النوم ولخبطة النوم والنوم بالنهار كل الحاجات دي هتؤدي للشيخوخة المبكرة إذن نام بالليل نام كويس نام كتير 8 ساعات من 6 إلى 8 ساعات ما تنامش 10 ساعات هتصح مصدع ومتبهدل من 6 إلى 8 ساعات إن شاء الله بإذن الله وتنام في ظلام دامس بعيد عن الأسلاك والواي فاي والموبايلات والدنيا دي كلها إبعد عنها على قد ما تقدر آخر حاجة هنتكلم عنها وهي العلاج النفسي زي ما كلمتكم التوتر والحاجات دي كلها بتؤدي لقصف العمر أو إن انت بتؤدي الشيخوخة المبكرة فأحيانا بعض الناس بيوصل لمرحلة إن هو مش عارف يعمل شفاء نفسي لنفسه فده بيحتاج استشارة نفسية مع أخصائي نفسي وده مش عيب أبدا ولازم ننشر الثقافة دي في الوطن العربي يا جماعة مش عيب أبدا إن انت تتعالج نفسيا مع أخصائي نفسي مش معنى كان انت مريض نفسي في حالات نفسية حاجة اسمها حالة نفسية وفي حاجة اسمها مرض نفسي المرض النفسي برضو مش عيب إن هو يتعالج ولكن الحالة النفسية اللي تيجي لمعظم الناس اللي هي 80% مننا بيجي لهم حالة نفسية حالة نفسية يعني ايه اكتئاب انزعاج توطر خوف مرضي خوف من مرض معين فوبيا حاجات البسيطة دي تروح لأخصائي نفسي يساعدك ما تحاولش تخترع حاجات مع نفسك وتحاول تعالج نفسك مش هتعرف هتلاقي نفسك عمال تتزحلق وتركب الزحلقة وتندرج وتوصل لمرحات الاكتئاب في النهاية وانت مش حاسس تمام فانصحكم تاخدوا استشارات نفسية مع أخصائيين نفسيين الناس اللي عندهم مشاكل نفسية كبيرة ومش عارفين يتعاملوا معاها يروحوا لأخصائي نفسي بحيث عندهم طرق كتيرة جدا يساعدوكم إن شاء الله بإذن الله وانصحكم تاخد أخصائي نفسي من نفس ديانتك علشان يكون عنده نفس الأسس ونفس المعتقدات ويقدر يساعدك من نفس الديانة أو نفس المعتقدات الدينية بتاعتك لأن ده اللي هيوصلك أسرع طريق تمام دي كانت آخر نقطة عشان نحاول نقوم الشيخوخ على قد ما نقدر نكون إنسان سوبر أنا عايزكم تكونوا إنسان سوبر تمام وتنقله الثقافة دي إن شاء الله لأي حد تعرفوه وإن شاء الله بإذن الله مستني تعليقاتكم ما أعتقدم فيش وقت التعليقات خلاص هنبقى نعمل فيديو تاني نرد على التعليقات وآخر بقى حاجة أقول لكم عليها التخفيض خمسين في المئة النهاردة عندنا تخفيض خمسين في المئة لبرنامج المناعة والشفاء الذاتي أي حد عنده مشاكل في خلل المناعة خلل في الجسم الداخلي عنده أمراض مش عارف هو إيه اللي بيحصل له بيجمع عليه كتير بيحصل له مشاكل صحية كتير وسنه صغير ومش عارف إيه اللي بيحصل طالع من كورونا طالع من دور كورونا وجسمه متبهدل مش قادر يقف على رجله أشخاص مثلا أطفال أنت شايفهم متبهدلين تركيزهم ضعيف قوتهم ضعيفة صحتهم ضعيفة كل الحاجات دي نقدر نعليجها في برنامج المناعة والشفاء الذاتي أو شخص خايف يجيله السرطان لأنه عنده تاريخ مرضي من عائلته عائلته كلها جالها سرطان إذن هو بنسبة كبيرة عنده خطورة أن يجيله سرطان احمي نفسك النهاردة وما تنتظرش السرطان يجيلك احمي نفسك خليك مقاوم من النهاردة من مبارح مش من النهاردة مقاومة السرطان بتبدأ من النجرد ما ييجي في مخك أن أنت تقاومه ما تنتظرش لما يجيلك الناس اللي عندهم مشاكل السرطان وعايزين يحموا نفسهم ينفعلهم برنامج المناعة والشفاء الذاتي الناس اللي عندهم تاريخ وراثي لمرض السكري وعائلته كلها عندها سكري وخايف يجيله سكري ينضم لنا في برنامج المناعة والشفاء الذاتي الشخص اللي عنده مشاكل فيه القلون ودايما بيشتج من القلون ينضم لنا في برنامج المناعة والشفاء الذاتي حاجات كتيرة جدا نقدر نعملها في برنامج المناعة والشفاء الذاتي وعليه تخفيض خمسين في المية التخفيض هتاخدوه بالكود اللي أنا هكتبه دلوقتي أنا مش هقوله علشان محدش ياخده غير الحضور فقط أنا أكبكتب دلوقتي الكود وهسيبه يعني الحضورين فقط هم اللي يقدروا يطلعوا على الكود ده تم نشر الكود الآن ليه أنا مش هقوله علشان الناس اللي هيشوف الفيديو بعد اللايف ما يعرفوش الكود لأنه هيبقى لمدة 24 ساعة بس لأنه تخفيض ضخم للغاية تمام؟ أنا عملت البن دلوقتي الكود موجود عندوه في أول تعليق كل الحضور اتفرجوا دلوقتي على التعليقات هتلاقوا أول تعليق مكتوب فيه الكود السري الخاص بتخفيض خمسين في المية على برنامج المناعة والشفاء الذاتي برنامج المناعة والشفاء الذاتي لمدة 24 ساعة من النهاردة لحد بكرة إن شاء الله بإذن الله تحياتي لكم أتمنى أن أنا كود نفعتكم وأتمنى أنتوا تنشروا العلم وتنشروا الثقافة دي إن شاء الله وأنا آسف جدا ما شاء قدر أخذ التعليقات النهاردة والأسئلة علشان بجد طولنا جدا جدا والناس أمانها زهقت مني خالص ياريت اللي عنده سؤال يا جماعة يكتبوهن في الرسائل الصفحة ادخلوا على الصفحة واكتبوهن إما تكتبوهن في التعليقات بتاعت الفيديو ده لما يظهر لكم أو تكتبوها في الرسائل بتاعت الصفحة خدمة العملاء هياخدو الأسئلة ويجيبوها لي وهاردوه عليكم إن شاء الله في فيديوهات منفصلة أو لايف الجاي إن شاء الله وعايزكوا تحطوا لي اقتراحات اللايف الجاي عايزيني نتكلم عن إيه إيه أكتر حاجة تحبوا نتكلم فيها اللايف القادم يوم الأربعاء من كل أسبوع بنتلع لايف الساعة 8 بتوقيت مصر 9 بتوقيت السعودية 10 بتوقيت الإمارات وسلطانة عمان على الانستجرام بحاول بكتر الإمكان أطلع لايف على كذا ممصة بس بصراحة مش عارف أعملها تقنيا محتاجة تكنولوجيا عالية شوية ومش عارف أعملها بصراحة ولكن إن شاء الله في المستقبل نبدأ نعملها إن شاء الله تحياتي لكم معلش أنا آسف جداً لكتبوا كومنتات وكتبوا أسئلة آسف جداً خدوا الأسئلة حطوها مع خدمة العملة في الرسائل وإن شاء الله يوصلوها لي شكراً لكم كان معكم دكتور أحمد البجوري دكتور علاج طبيعي وإخصائي التخزيل العلاجية من إنجلترا أكاديمية العلوم الصحية من أفضل أكاديميات التخزيل العلاجية في إنجلترا شكراً لكم ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله